وكلمة النهاردة قالها بين السطور كده يمكن ناس كتير ما تكونش خدوا بالهم منها يعني كلمة قالها دكتور سعد شلبي كان بيقول انه رعاية الاهلي بدأت في السبعينيات تقريبا بمبلغ 300 ألف جنيه رقم لم يتخطى ولم يتعدى الخمس أصفار النهاردة في 2022 رعاية الاهلي تخطت التسع أصفار وده الحقيقة بيعكس حاجات كتيرة جدا منها مكانة ومنها حج ومنها قيمة ومنها شعبية وجماهيرية النادي الاهلي كيان عريق دايما عودنا انه القصة مش بس قصة فلوس لكن القصة قصة شراكة في عصر تحولت فيه فكرة الرعاية من مجرد دعاية وإعلان من مجرد لوجو موجود على تيشرت أو لوجو موجود أو إعلان موجود في ملعب الكرة لفكرة شراكة استراتيجية بين النادي الاهلي وبين الشركات العملاقة الحقيقة ومنها طبعا شركة اتصالات مصر الشريك الرعي الرسمي والتكنولوجي والشريك الاستراتيجي للنادي الاهلي الجديد دي لقطات طبعا النهاردة من المؤتمر الصحفي اللي تم فيه الإعلان عن الشراكة وزي ما بقولت لكم هي فكرة تتخطى بكتير جدا فكرة الدعاية والإعلان نكلم على شراكة ومع طبعا التوجه اللي حصل في العالم كله واللي ابتدت تتبنى مصر في السنوات الأخيرة فكرة التحول الرقمي ارتباط الاهلي بشراكة مع كيان كبير وعملاق زي اتصالات مصر بيدعم فكرة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الكبير جدا اللي دارت النادي الاهلي حطاه كواحد من أهم الأهداف في الفترات اللي جاية طبعا المهندس سيفي الوزيري احنا نتكلم على النهاردة في مصر كيانات عملاقة شركات كبيرة جدا ارتباطها ببعضها بيصب في مصلحة الجميع فكرة الوين وين سيتيش وده اللي اتكلم عليه كابتن الخطيب النهاردة واتكلم عليه السيد حازم متولي المدير التنفيذي لشركة اتصالات مصر وقالوا انه القصة الشراكة بتعكس اهتمام الطرفين بالارتباط بعلاقة بينهم ومن بعد والاستفادة المشتركة تعارفين طبعا الاتصالات في السنوات الأخيرة او في الفترة الأخيرة مش في السنوات الأخيرة عملت ري براندينج ففكرة انها تربط البراند الجديد بتاعها واللوجو الجديد بتاعها مع تيشرت اهم نادي في المنطقة اهم نادي في قانوة افريقي اهم نادي في الوطن العربي ده بشكل كبير جدا هيساعدها على الانتشار في نفس الوقت الاهلي بيستفيد من الشراكة مع واحدة من اكبر الشركات الاتصالات على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم وبالتالي في النهاية طبعا ده حزم تولي المدير التنفيذي لشركة اتصالات طيب خلينا كلمة كابتن خطيب جاهزة لان حقيقة كابتن خطيب يكلم في حاجات طيب طيب خلينا خليني الاول طبعا هنقف مع كلمة خطيب لانه كابتن خطيب النهاردة قال حاجات كتير جدا مهمة طبعا ده واحد من رعاة الاهلي الجدد في السنوات القادمة ان شاء الله